اشتركوا في القناة 60 سنة لتصل إلى 69 دولارا قالت دارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام في وقت يكون فيه نمو الانتاج أقل من التوقعات السابقة وذكرت الوكالة أن اتساع العجز في الامدادات سيزيد من سحب النفط من المخزونات العالمية ما يدفع أسعار خام برينت للعودة إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل في سوق المعاملات الفورية هذا الشهر وأضافت أن متوسط أسعار خام برينت في التعاملات الفورية بلغ 73 دولارا للبرميل في السادس من أيلولوها هبطت العقد الأجلة لخام القياسي العالمي إلى أقل من 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ كانون الأول عام 2021 أكد مختصون في شأن المالي أن الدولة العميقة هي من تدير تهريب الدولار إلى خارج العراق معتبرين أن تغيير أسعار الصرف سيخلق مشاكل اقتصادية جمع المختصون ذكروا أن سوق المال يعاني من تحديات كبيرة وهو مؤرض لاهتزازات في أي لحظة خاصة وأن قدرات التحكم به محدودة في أغلب المحاور مع بقاء تهريب الدولار حتى اللحظة والذي بات شريان حياة لأسماء وجهات تمثل الدولة العميقة في البلاد من أجل إدامة صطوتها بقي الاقتصاد البريطاني بلا نمو لشهر الثاني على التوالي مع انخفاض الانتاج الصناعي بشكل حاد في بداية غير مواتية للحكومة الجديدة برئاسة كيرستارمر الذي يريد التسريع وطيرة النمو وأظهرت بيانات من مكتب الاحصالات الوطني أن الناتج الاقتصادي شهد نمو صفريا على أساس شهري في شهر تموز كما حدث ذلك في شهري حزيران والأداء ضعيف للاقتصاد خلال الأسابيع الأولى لحزب العمال في السلطة كان بمثابة صدمة للندن التي كانت تتوقع نمو بنسبة 0.2% توقعت منظمة التجارة العالمية أن تضرب الرسوم الجمهورية مرتفعة دول الأكثر فقرا بشدة محذرة من تدعيات الأمر على كثير من البلدان وأوضحت المنظمة أن الرسوم الجمهورية واسعة النطاق التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترام في عام 2018 وقرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي قبل عامين مع الإجراءات الأخيرة بما في ذلك التدابير الأمريكية والأوروبية التي تستاذف السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين مع أسعار الأملات الأجنبية مقابل الديناء العراقي وأسعار المرات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة